بمناسبة الكلام عندنا طبعا في شهر رمضان مباراة في منتهى الأهمية أمام الهلال السوداني انبارح الاتحاد الافريقي لكرة القدم أعلن أن موافقة على طلب النادي الأهلي بتأجيل مطش الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا لتكون هذه المباراة يوم 1 إبريل على استاذ القاهرة الساعة التاسعة مساء بإذن الله كان طبعا المقرر أنها تكون يوم 31 مارس طلب النادي الأهلي تأجيلها لا أكتر من سبب الحقيقة بسبب مثلا مشاركة عدد كبير من اللعيبة بتوعه مع المنتخب في مواجهة ملاوي يوم 28 مارس ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية كوند فوار 20-24 وبرضو نفكركم أن الهلال بيحتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 10 نقط وبفارق نقطة واحدة فقط خلف ساند داونز الجنوب إفريقي المتصدر حاليا بيليهم النادي الأهلي برصيد 7 نقط في المركز الثالث وأخيرا القطن الكاميروني يعني فيه زيل الترتيب بلا نقاط الأهلي محتاج ضروري جدا أنه يفوز بنتيجة 1-0 للتأهل للدور ربع النهائي أو الفوز بفرق هدفين في حالة لا سمح الله لو تلقينا أي أهداف أي هدف يدخل فينا لازم نقابله بهدفين يعني بالبلدي كده ومن آخر لا بديل عن الفوز وإن شاء الله الفوز يتحقق بنتمنى أكيد كل التوفيق لفريقنا ونرجع تاني نفكر نفسنا ونفكر حضراتكم أن القذر كان ليه قول القذر كان معانا وكان حاضر معانا ونتج عنه أنه يبقى فيه فرصة متاحة لتصحيح المصار إحنا بالنسبة لنا كجمهير النادي الأهلي مش عايزين ومش مستنين وكمان مش متوقعين من لعبتنا غير أن هم يعملوا ده يصححوا المصار وهم قدهاوا قدود وياما ده اتعراص طبول وعدنا بعقبات وعثرات وتأخير في مراحل سبقة في بطولات سبقة وكانت المنتدى الأهلوية حضرة فنتمنى إن شاء الله بإذن الرحمن أن ده يحصل ابتداء من اللقاء القادم بإذن الله